تتواصل فعليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إدكس 2023 لاستعراض أحدث منظومات الصناعة العسكرية والدفاعية والتكنولوجية في العالم شهد المعرض حضور الكثير من الوفود العسكرية والعديد من صناع القرار وشركات العاملة في مجال التسليح بمشاركة كبار العرضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي يواصل المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إدكس 2023 فعلياته لليوم الثالث وشهد جناح مصر توقيع اتفاقية وعقد تعاون بين الهاية العربية للتصنيع وإحدى كبرى الشركات الفرنسية العالمية نحن ننطلق للعالمية دلوقتي من فترة وجيزة جدا عملنا تعاقد مع شركة دستو الفرنسية وده المصنعة للطائرات المدينية والعسكرية هي دستو اللي بتصنع الطائرات وصفران أو مجموعة شركات صفران اللي بتصنع المحركات فاحنا عملنا تعاقد أو أجريمين تبارده مع صفران مع دستو بنصنع عليها بعض أجزاء هياكل الطائرات فالنهاردة بتكتمل المنظومة نحن دخلنا في المحركات ودخلنا في هياكل الطائرات العالمية المعرض شاهد على حضور الكثير من الوفود العسكرية والعديد من صناع القرار والشركات العاملة في مجالات التسليح واكتشاف التقنيات والمعدات العسكرية التي يتم العمل على استخدامها في مجالات البر والبحر والجو من خلال كل دول العالم الحمد لله كده المراكز اللي موجودة في مصر يعتبر من أفخم وأحدث المراكز العالمية الموجود ساعة وتكنولوجية ساعة أقصد الساعة المكانية لأن أنا زمان كنت بأخذ في المركز العمرة اللي موجود أو في الهنجر الموجود من أربعة لخمس طائرات لأنه النهاردة أنا بأخذ عشرين طيارة في نفس المركز العمرة معرض إدوكس يعد مظلة دولية فاعلة بحضور أكثر من ثلاثين ألف زائر لاستعراض أحدث منظومات الصناعات العسكرية والدفاعية والتكنولوجية في العالم رغم محمد التلفزيون المصري